يبقى معنا من رمالة مرسلنا فادي العصى. فادي نسأل عن الأوضاع في نابلس التي هي محاصر منذ 14 يوما. كان هناك تقارير إسرائيلية تتحدث بأن الشباك أوصى القيادة السياسية الإسرائيلية بانتهاج عمليات الاغتيال. كما تم الحديث أيضا بأن الأيام القادمة قد تشهد عمليات أخرى. فادي هناك يبدو تحركات واجتماعات في نابلس الآن. ما هي هذه الاجتماعات؟ صحيح. جيش الاحتلال يبدو أنه يستخدم تكتيكا قديما جديدا من خلال المحاصرة التي يقوم بها منذ أسبوعين على محافظة نابلس. ويخشى من تنامي مجموعة عرين الأسود والطريقة المسلحة في مقاومته. كما حدث في منطقة جنين وانتقلت إلى منطقة نابلس. ويخشى أن تنتقل لمناطق أخرى في الضفة الغربية المحتلة. أيضا طريقة اقتحام جيش الاحتلال التي كانت في السابق يقوم بالمداهمة ومن ثم الإغتيال. يبدو أنه أصبح يعرف تماما أن هذه الطريقة ممكن أن تستهدف مجموعة من المقاومين الفلسطينيين الذين يستهدفون الاحتلال والمستوطنين. لكن في المقابل يبدو أنه يعلم أن هذه الطريقة تشعل الضفة الغربية يوما بعد يوم. هناك مشاورات سواء فلسطينية داخلية حول محاولة تهدئة الأوضاع في الضفة الغربية بشكل رسمي. ومن قبل السلطة الفلسطينية التي تنتهج المصار السلمي عن المصار العسكري. لا تؤمن به بشكل كبير. وهذا واضح من خلال تصريحات المسؤولين الفلسطينيين في هذا السياق. ويبدو أن الاتصالات في محاولة لتهدئة والاحتواء للمجموعات المسلحة المختلفة. وعلى رأسها عرين الأسود في منطقة نابلس التي تحرك بشكل واضح الشارع الفلسطيني. الجانب الآخر هو ضغط من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. ليوصل رسالة للفلسطينيين بأن المنطقة التي تخرج منها أعمال مقاومة يمكن أن تكون مستهدفة. ويكون فيها عقاب جماعي للمواطنين الفلسطينيين. بالرغم من أن الإسرائيليين يعلمون تماما وحتى محلليهم. يرون أن هذا الضغط الذي يمارس على الفلسطينيين بالحصار. ومحاولة أن يضغطوا على المقاومين الفلسطينيين فشل في أكثر من مرة على مدار التاريخ. وحتى في هذه القضية. شهدنا بالأمس عندما كنا في نابلس وفي حاملة تشييع الجثمان الشهيد الكيلاني. بأنهما مفترض جيش الاحتلال أن يكون قلل عدد المسلحين باستهدافه وقتله لأحدهم. ولكن واضح أن كل مرة يكون فيها هناك استهداف لشهيد. فأن الفلسطينيين يمكن أن ينضم إليهم أعداد أخرى من المسلحين والمقاومين الذين يقاومون الاحتلال. يقاومون الاحتلال والمستوطنين. الجانب الآخر أن ما يسميه الفلسطينيون عربدة المستوطنين خاصة في فترة الآن موسم قطف الزيتون في المناطق المختلفة. وبحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن تتوقف بالحال السلمية. لذلك هم توجهوا لهذه الطريقة في المقاومة وعادوا إليها مرة أخرى هي الطريقة المسلحة. وأتعلم تماما أن الضفة الغربية شهدت فترات يمكن أن تكون أعمال المقاومة فيها أقل بكثير من الفترات السابقة خاصة بعد الانتفاض الثانية. ولكن في النهاية وصلت الفلسطينيون إلى قناعة بأن هذا المحتل وهذه العمليات الاستيطانية التي تتم. والاعتداءات لا يمكن وقفها إلا بالطريقة التي انتهجها هؤلاء المقاومون الذين يرى الفلسطينيون بأن لهم سيطا ووضعا جيدا في الشارع الفلسطيني وأذانا مسموعة. هناك محاولات كما ذكرنا فلسطينية رسمية لمحاولة تهديئة الأمور وفتح الحصار عن نابلس المغلقة منذ أسبوعين. وهناك ضغط إسرائيلي لمحاولة إيقاف هذه الظاهرة وتنميها وعدم انتقالها في المناطق الفلسطينية المختلفة في الضفة. شكرا جزيلا لك من رامل مراسلنا فادي العصة.